ترجمة نانسي قنقر فإنه يحضر التمييز في الأجور بين الرجل والمرأة يقدم هذا التشريع ضمانة قانونية للمساواة في الأجور بين الجنسين ما يعد تعزيزا مهما في مجال حقوق الإنسان بالنسبة لمملكة البحرين حدثينا عن أهمية هذا التشريع فيما يتعلق بدور ومكانة مملكة البحرين على المستوى الدولي أكيد بداية أود أن أشكر طبعا تلفزيون البحرين على هذه الاتضافة وهي رح تمكننا طبعا إحنا في الصفة التشريعية بأنه نعبر عن فخرنا واعتزازنا بالرؤية الملكية والإرادة الثامية من لدنس حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الغليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بأن البحرين تكون من الدول التي تأخذ بالإجراءات استباقية على مستوى العالم في مجال إرساء مبادئ وأسس المساواة بين الرجل المرأة وتحقيق أيضا تفاق الفرص وذلك من خلال منظومة تشريعية متكاملة تتسق هذه المنظومة مع الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية لمملكة البحرين عشرين ثلاثين وأيضا تلبزي متطلبات أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة طبعا نحن نشيط في السلطة التشريعية بإصدار جلال الملك المفدى المرسوم بقانون رقم 16 مثل ما ذكرت لسنة 21 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي واللي اتضمن إضافة نوعية وعصرية اتمثلت في إضافة فقرة قانونية مهمة جدا سنفعل حظر التمييز في الإجور بين العمال والعاملات في العمل بالقيمة المتساوية وأيضا نحن في السلطة التشريعية نقدر عاليا الاستجابة والمساندة المعفوذة من قبل أيضا الفقومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد رئيسي السوزراء في تطبيق الرؤى الملكية وتفعيل أيضا التشريعات الوطنية ضمن خطط وبرامج عمل الفقومة لابد من الإشارة هنا إلى الدور المهم الذي يطلع به المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى حفظهما الله ورعاهما والذي أسهم هذا المجلس أسهم على مدى عشرين عام من تأسيسه في وضع الخطة الوطنية للنبوض بالمرأة من خلال دعمه ومساندته العمل المشترك في إصدار تشريعات والقوانين جميعا لتعزز مكانة المرأة ودورها الرياضي طبعا هذا المرسوم رقم 16 سوف يكرر صفوق المرأة البحرينية العاملة سيعزز من دورها ومبادراتها الرياضية في قطاعات العمل المتنوعة خاصة في القطاعات الإنتاجية وأيضا يعد برأينا حافظ نحو المزيد للبدل والعطاء فضلا عن كونه أيضا هو غفاء حمائي لصفوق المرأة خلال موارسة العملية ومؤصل لاعتبارها أنصر أساسي لا غنى عنه في عملية التأمية الشاملة تشدها مملكة البحرين طبعا بهذا نكون نحن جميعا متجهين نحو الرؤية الاقتصادية أو الرؤية الاستراتيجية الاقتصادية لعام 2030 أهمية هذا المرسوم أيضا تكمن في حالة التطوير المستمرة للتشريعات النافذة المتعلقة بترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بالمرأة البحرينية وأيضا إرساء قواعد رصينة تضمن استمرار مملكة البحرين في دعم وتقدم المرأة من خلال أطر وأدوات قانونية تحكس الإصرار على دفع حال تلعب دور محورك المجتمع هذا المرسوم أيضا برأينا أنه يعزل من مؤشرات وضع البحرين على المستوى الدولي سوف يرفع حتما من مؤشرات البحرين على المستوى الدولي وهذا بالطبع في غاية الأهمية نعم الدكتور ابتسامة دلال عضو مجلس الشورى رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل في مجلس الشورى شكرا جزيلا لك